أنا أريد أن أشعر على بها و كنا نوجد هذا الحصة أنا شخصياً و إحدى زماليني جميعاً تأثّرنا كثيراً عندما رأنا التصريح لكن صراحةً تأثّرنا بزّاف 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 إنت أريد أن أقول لك مفخرة الكوادر الفنية الوطنية العربية الإفريقية أرحبتي و أعطيتني نموذج والكل يقول ها بداية المسؤول أولى الجامعة أنت النموذج نجح لإطار وطني مغربي خالد جلال أنا أتصور أن وراء كل قصة نجاح قصة ألم وقصة معاناة أشبه ما يكون بشقائق النعمان التي تولد في العتمة أنا أسعفني الحظ أن أتعرف على الرجل على معاناته على مكبته على صراعه المرير مع أعداء النجاح ليحقق هذا الذي حققه ولكن إن كنت اليوم أو كنا نريد في برنامج دريم تيم أن نقدم وجها لهيشام دكيك أتصور أننا يجب أن نقف عند الوجه ذي التحديات الرجل الذي صنع له إسما والرجل الذي صنع له مدرسة وصل الرجل الذي صنع له فكراً وغدا اليوم كما كان حال بعض الأطر التقنية الوطنية التي اشتهرت على المستوى العالمي أصبح هشام دكيك من هؤلاء وأنا لا أشك لحظة واحدة في أن هناك مدارس عالمية ستأتي إلى هشام دكيك لتعرف منه وصفة وسر النجاح هشام دكيك اللي مختل له تخديم قال عنده حلم وبغاء يحققه ووصل له واخوك يقول ما زلش شوية خالي فتحدثت عن الإيمان بهذا المشروع أنا أضيف لهذه الكلمة الشغف لو لم يكن ذلك الحب بداخله لهذا المشروع لما جاء الإيمان به لأنه في نهاية المطرف هذه الأحلام تبدأ معنا ثم يبدأ معنا لهذا الشغف ثم بالشغف تقول أنا أؤمن بهذا المشروع أعتقد أنه في كل صباح حينما ينظر لنفسي في المرآة يقول أريد أن أرى هذا الرجل أفضل مما هو عليه اليوم وأنا أحييك على هذا الطموح المتجدد أنك لا تركن وتجلس على كرسي النجاح تريد نجاحات كبرى وأنت محق في أن تقول لا تريد حينما تغادر أن يأتي من بعدك ويفشل نريد استمرارية نريد نوع من التخليد لتقافة جديدة أننا لدينا مدرسة اسمها كرة القدم داخل القاعة وأن هذه الرياضة هي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية هذا النجاح نريده يوميا نريده أنا أعرف أن أحملك ربما أحلام أكبر من ذلك ولكن أنا واثق أن يتحدث إلى الرجل يعرف قيمة الحلم ويعرف قيمة الإمكانيات ليصنع من خلالها أحلاما متجددا